صالحة الصلاة مع الصوم والصدقة خير من ادخار كنوز الذهب كلام كتير وآيات كتير جدا سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد بتتكلم عن المسلس الصوم والصلاة والصدقة أرحب حضرتك مرة تانية أهلا بك أهلا بك وخلينا نبتدي بالفكرة العامة للأصحاء حتى نقدر نفهم الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها تمام تمام هو في الحقيقة يعني صفر طوبيا ده صفر رائع يعني طبعا وكل سنة في الجمعة الستة من الصوم بيتقري في الكنيسة وبيجي لما بنفتح كتابارس أرزوكس كده بنلاقي بيجي بعد محمية لأن في ناس عايزة تفصل الأصفار دي اللي هي الأصفار القانونية وتقول دي عليها أبو كريفا اللي هي غير قانونية محزوفة يعني يتعاملوا معا لأنها محزوفة محزوفة لكن هي موجودة موجودة والأباء والدراسات أثبت صحة الأصفار دي وأعتقد أن في بعض الكتب ممكن يشتري الكتاب المقدس بما فيه الأصفار القانونية في كتاب واحد بالضبط 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 أنها تبقى مش موجودة فهي محزوفة أيها بالضبط الأول فكرة كده بسرعة سريعة وندخل في صحة 12 اللي هو عليه التركيز بتاع الصلاة والصوم والصدقة هو الأول كلب الطبية دي كلمة عبرية مكونة من مقطعين الطوب ويا اللي هي معناها الله طيب طبية أصلا من صبت نفتالي صبت نفتالي واتسبع على يد الملك شلمصر لما تسبى تسبى هو وزوجته وابنه وراحوا على مدينة نينوة صفر طبية عبارة عام 14 إصحاح 14 إصحاح لكن شغلنا الشاغل النهاردة على إصحاح 12 اللي هو فيه موضوع الصوم والصلاة والصدقة ترجمة نانسي قنقر